اهلا وسهلا بكم مشاهدين في هذا اللقاء مع السير جير بيترسون المبعوث الأممي الخاص لحل الأزمة السورية هذا اللقاء يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع اللجنة الدستورية هنا في جينيف هذه اللجنة التي انبثقت عن مؤتمر سوتشي والتي يعول عليها الكثيرون ولسيما الأمم المتحدة من أجل أن تكون قاعدة للانطلاق في عملية سياسية أوسع توصلا إلى الحل السياسي أهلا وسهلا بك سيد جير بيترسون سؤالي الأول بعد أيام قليلة ستجتمع اللجنة الدستورية هنا في جينيف ما هو برنامج عمل هذه اللجنة وهل حددتم وقتا محددا لاجتماع اللجنة الكبرى شكرا لقد طرحنا هذا الموضوع منذ فترة ونحن نتناقش فيه عندما نتحدث بصيغة الجامعة أعني أننا تناقشنا في هذا الموضوع مع الحكومة في دمشق ومع لجنة الدستورية واجهة المعارضة بالنسبة إلى الإطار المرجعي اتفقنا على تمثيل للحكومة وتمثيل للمعارضة بالتالي خذنا نقاشات مفصلة وشيدة جدا مع الطرفين حول كفية التقدم في هذا المجال وقد توصلنا إلى اتفاق لكي نباشر بالعمل في الثلاثين من أكتوبر تشهين الأول في يوم الأربع المقبل خلال حفل افتتاح حيث ستكون الصحفة مدوة ومن ثم أعضاء لجنة 150 سيواصلون عملهم وعندما يختتمون أعمالهم أعضاء لجنة 45 سيواصلون العمل كيف سيتم اختيار اللجنة المصغرة هل بطريقة الانتخاب أم كل فريق يختار من ضمنه مجموعة الـ 15 للفريق المصغر هذا سؤال جيد بالطبع نتحدث عن وجود 45 عضوا 15 تختارهم الحكومة و15 تختارهم المعارضة و15 من الوسط بالطبع الحكومة تعمل على اتخاذ قراري الخاص والأمولسيين بالنسبة إلى لجنة المعارضة لكن أعتقد أن الطرفين يسعين إلى توصل إلى مزيج جيد من أصحاب الخبرات وأصحاب المعرفة بالنسبة إلى شؤون الدستورية فضلا عن التوجهات السياسية المختلفة بالطبع ينسحب المبدأ نفسه على الوسط يعني اخترتم هناك رئيس للفريق الذي يمثل الحكومة ورئيس يمثل المعارضة وهناك فريق ثالث المجتمع المدني لماذا لا يكون لهذا الفريق رئيس أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن الولاية التي خصصت لي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 تقضي بالعمل مع الحكومة ومع المعارضة بالتالي دارت مفاوضات بين الطرفين الحكومة والمعارضة وكما تعرفون أنها المرة الأولى التي نبلغ فيها اتفاقا بين الطرفين بالنسبة إلى جانب أساسي من جوانب تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لسيما فيما يتعلق باللجنة الدستورية بالتالي أعتقد أنه كان من الطبعي في هذه المرحلة أن نشهد على رئاسة مشتركة بين المعارضة والحكومة بالطبع هذا لا يعني أن الوسط ليس مهما بل على العكس الفريق الوسط الأساسي لأن اللجنة التي اتفقنا عليه يجب أن تعمل على بلوغ التوافق وفي حل غياب هذا التوافق سيكون هناك حد لا بد من بلوغه هو 75% لا بد من التواصل مع المكونات الثلاثة للتوصل إلى أي قرار ولتحقيق التقدم في هذا المسار بالتالي كل مكون هام لإحراز التقدم في عمل اللجنة ماذا عن تمثيل الأكرار في هذه اللجنة؟ نعم أفهم أن هذه مسألة هامة ومسألة أساسية بالطبع على ضوء التطورات التي حصلت مؤخرا في منطقة شمال الشرقي سوريا وصحيح أن الواي بي جي غير ممثل في اللجنة لكن من المهم لكذلك أن أؤكد على وجود ممثلين أكراد من وفد الحكومة ومن وفد المعارضة وكذلك على مستوى الوفد الوسطي كما تعرفون لقد سعينا بصورة جادة لنحرص على تمثيل كل الأطراف والجهات المعنية في سوريا ضمن هذه اللجنة وبالطبع الثغرات موجودة هي تسوية وككل التسويات بالطبع لا يكون الجميع سعيدا تقولون دائما أن هذه اللجنة هي ليست الحل في سوريا إنما مفتاح للحل في سوريا إلى أي حد ستتمكن هذه اللجنة فعلا من دفع الأمور إلى الأمام أنت محق تماما اللجنة بحد ذاتها لا تشكل حلا للأزمة الحاصلة في سوريا لكنني أعتقد أنه من المهم كذلك أن نعترف أنها المرة الأولى في الواقع التي يتوصل فيها الطرفان أي الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بحد ذاتهما وقامت الحكومة كذلك بتسمية 15 عطوا مثل المعارضة أعضاء 30 سيجلسون معا إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني في غرفة واحدة في إطار السعيد للعمل على ترتيب يسمح بالتوصل إلى دستور جديد للسور لكنني أكدت منذ اليوم الأول على أن الدستور بحد ذاته لن يفيا بحل الأزمة لكن قد يشكل نافذة لبلوغ مسار سياسي يسمح لنا بالتقدم لذلك أدعو الجميع لينتهز هذه الفرصة وأن تلي هذه الفرصة خطوات إضافية وآمل إن كنا قادرين على تحقيق ذلك على فتح هذه النافذة أن تكون قافلة تقدم حقيقي لسوريا وبداية لنهاية هذا النزاع المروع الحاصل منذ فترة طويلة هذه اللجنة بحسب مسامات وزير الخارجية السورية وليد المعلم قال إن هذه اللجنة لن يكون لها وقت محدد للعمل بالنسبة لكم هل هذا يعني أن عمل لجنة يمكن أن يدوم لوقت طويل هل لديكم فكرة عن الوقت المحدد لعمل هذه اللجنة في قواعد الإجراء التي تفاوتت عليها مع الحكومة ومع المعارضة لا وجود لأجل محدد لإنهاء عمل اللجنة لكن ما اتفقنا عليه هو أن تعمل لجنة بطريقة مسرعة وبطريقة مستمرة في إطار السعي لإيجاد ترتيبا يسمح بالتوصل لدستور جديد لسوريا وأعتقد أن هذا هو الأمر الأهم نعرف أنه في إطار النزاع السوري كثيرة هي الأجال التي لم تحترم لكن نأمل هذه المرة أن نجلسها معا وأن يتمكن السوريون بأنفسهم أن يتوصلوا إلى حل يفي بالتقدم في مستقبل سوريا عمل هذه اللجنة لنفترض أن هناك قرارات قد توصل إليها المجتمعون عندما نصل إلى مكان ما يجب أن تتخذ القرارات بشكل نهائي هل سنعود إلى الشعب ليكون هناك تصويت على هذه القرارات على هذا الدستور لسيما أن نتحدث عن إمكانية توضع دستور جديد أم أن هناك ألية معينة لتبني عمل هذه اللجنة اتفقنا أن الأمر يجب أن يكون مطروحا للموافقة العامة أي موافقة الشعب كيف سنعرف الأمر في الواقع ما أن نتوصل إلى اتفاق مشان الترتيب الدستوري الجديد اتفقنا على أن نطرح هذه المسألة لنعرف كيف يمكن أن نتقدم في هذا المجال لكنني بالطبع لحظت خلال المرات القليلة الماضية عندما ترح دستور جديد في سوريا أن الأمر حصل من خلال استفتاء حول دستور أنتم تبحثون عن دستور جديد هذه اللجنة ستقوم بوضع دستور جديد أم أنها ستنطلق من الدستور الحالي وتدخل عليه بعض البنود الجديدة أو الإصلاحات الجديدة سيعود الأمر للجنة بحد ذاتها هي تقرر لكن لا بد لنا أن نتذكر أن هذه مسألة هامة جدا عمل اللجنة عمل مرتبط بالسوريين بأنفسهم ويعود الأمر للجنة لأن تلبية طموحات الشعب السوري لكنني قلت في نقاشاتي حتى الآن أنه إن قررتم التعديل أم الذهاب نحو دستور جديد يشتر بذلك لا يكون محطة تركيز بل محطة تركيز يتعلق بعمل اللجنة وجوهر عمل هذه اللجنة بشأن المجالات المختلفة التي ستكون مطروحة في النقاش وبعد ذلك سنرى إن كانت المفوضات ستفضي إلى تعديل أم إلى طرح دستور جديد بكل حال القرار ليس لي هو قرار اللجنة والسوريين أنتم ما هو موقفكم؟ هل تفضلون أن يكون هناك دستور جديد؟ بغض نظر على الموقف السوري أم إدخال تعديلات على الدستور الحالي؟ قد أملك قراري شخصي لكن كما قلت لا أهمية لذلك فالقرار ليس لي ليس قرار الأمم المتحدة هو قرار اللجنة في نهاية المطاف التي لابد لها وأن ترتقي لمستوى طموحات الشعب السوري لذا أترك الأمر للجنة كيف سيكون التعاطي الدولي مع القرارات التي ستتخذ في هذه اللجنة الدستورية؟ هل هناك توافق بين المجموعة الدولية على دعم ما سيصدر عن هذه اللجنة؟ المهم هو أنه ربما للمرة الأولى لا ليس المرة الأولى لكن منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2254 هي المرة الأولى التي نشهد فيها على توحد المجتمع الدولي خلف دعم إطلاق اللجنة الدستورية أكون أتحدث عن روسيا إيران أو تركيا الولايات المتحدة الأمريكية مصر السعودية أم ألمانيا أم فرنسا أم بريطانيا أو الصين كلها دول متفقة على أهمية هذا التحول الذي من شأنه أن يسمح بدعم عمل اللجنة الدستورية وأنا متأكد تماما من أن هذه الدول توافق معي على أن العملية لا بد أن تكون بقيادة السوريين ومن دون أي تدخل أجنبي في عمل اللجنة وأن نتيجة هذا العمل يعتمد على قرار الشعب السوري وليس أي جهة أجنبية مشاهدين سنتوقف لحظات قليلة ونعاون هذا الحوار مع سيد جير بيرلسون المبعوث الأممي الخاص للأزمة السورية أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذا اللقاء مع سيد جير بيرلسون مبعوث الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية سيد بيرلسون سنتحدث الآن عن التطورات الميدانية في شمال سوريا ومدى تأثيرها على العملية السياسية كما نعلم هناك تطورات حصلت خلال الأسبوع الباضية الحملة العسكرية التركية وأيضا الاتفاقات بين تركيا وروسيا والاتفاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول مجمل الأوضاع هناك كيف ستؤثر هذه التطورات على العملية السياسية في سوريا بادي أذيبد أعتقد أنه من المهم أن نلحظ أن وقف اطلق النار الذي جرى التفاوض عليه بين روسيا وتركيا لابد أن يبقى قائما وأن هذا الترتيب الذي اتفق عليه سيلقى الاحترام وأن نشهد من ذلك على إنهاء عمليات تهجير الناس من المنطقة الشمالية الشرقية وأن يتمكن السكام العودة إلى أراضيهم وأن يعود الاستقرار إلى المنطقة كما تعرفون لقد دعوت إلى وقف لإطلاق النار على مستوى الدولة ككل منذ يوم الأول في عمليك الحاطة التي قدمتها في مجلس الأمن ذلك ينسحب على الوضع في إدلب وكذلك على الوضع في المنطقة الشمالية الشرقية وفي مختلف المناطق السورية الرهنات كثيرة جدا في المنطقة الشمالية الشرقية ليس فقط بالنسبة إلى المجتمعات المختلفة التي تقتن في المنطقة لكن كذلك في سياق مواجهة داعش بالتالي لا شك في أن الوضع الميداني قد يؤثر كذلك في المسار السياسي لكن المهم وما شكل رسالة من جانب الأمين العام أنطونيو جوتيريس ومن جانبي هو أنه يجدر بنا أن لا نسمح للوضع الميداني أن يدمر أو يقود إمكانية إطلاق المسار السياسي ولا بد أن نحمي المسار السياسي لكي تساعدنا هذه العملية السياسية في تدعيم وقف إطلاق النار والتقدم أكثر كي لا نرى انتكاسة وتكرار هذا الأمر في المنطقة الشمالية الشرقية أو على ضئي من رأه في إدلب بحسب ما نرى هناك في منطقة الشمال السوري وتحديدا ما يسمى بالمنطقة الآمنة لدى تركيا نواية بإبعاد الأكراد من هذه المنطقة من أجل إفساع بالمجال أمام اللاجئين السوريين موجودين في تركيا للعودة إلى هذه المنطقة كيف ترى الأمم المتحدة هذه الخطوة فيما لو حصلت بالطبع لست على إلمام بتفاصيل الاتفاق بين روسيا وتركيا نحن أي أمم المتحدة لم نكن مشاركين في هذه المفاوضات ولم نشارك كذلك في عمليات تطبيق الاتفاق لكن بالطبع كنا واضحين من خلال ما قاله الأمم العام ومن خلال وكالات الأمم المتحدة الأخرى عندما قلنا أن أي عودة للاجئين لابد أن تحصل بشكل طوعي وأن تكون عودة آمنة وكريمة هذا هو المبدأ الذي ننادي بصونه على مستوى كل أطراف بالنسبة للاجئين هناك حديث دائم هناك موقف دائم للأمم المتحدة كما ذكرت قبل لحظات أن اللاجئ يجب أن يعود بشكل طوعي ومطمئن ومن دون ضغوط ولكن اليوم يعني موظم الأراضي السورية باتت بلا أزمة أمنية وهناك لاجئين يضغطون على بعض الدول قريبة كاللبنان والأردن وحتى تركيا لماذا لا تسرع الأمم المتحدة مسألة إعادة اللاجئين إلى سوريا أعتقد أن هذا الأمر يعتمد على سوء فهم ليست لما المتحدة من يتخذ القرار بشأن عودة اللاجئين هو قرار يعود للاجئين أنفسهم وفي حال قرار اللاجئون العودة سيحظون بدعم الأمم المتحدة ولطالما كان هذا هو الموقف الذي انتهجناه إضافة إلى ذلك يجدر بنا أن لا نجد المعوقات ولا أن نجبر اللاجئين على العودة لنعود إلى الشمال السوري سيد بيدرسون بالأمس صرح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بأنه سيبقي على بعض القوات لحماية منابع النفط أو أبار النفط ما الذي يعني هذا بالنسبة لكم لطالماس حذرت من وجود جيوش خمسة مختلفة في سوريا وقلت أن تلك يشكل تهديد محتملاً على مستوى الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين ولذلك دعوت الجميع أن يركزوا على إيجاد حل سياسي للنزاع لا وجود لحل أو تسوية عسكرية لهذا النزاع ولابد أن نركز على المسار السياسي كذلك دعوت إلى وقف لإطلاق نار على مستوى الدولة ككل كي نحرص على عدم وجود أي مواجهات ونأمل من خلال نجاح العملية العسكرية لن تكونها كحاجة لوجود هذه الجيوش في المنطقة وعندئذ ستكون سوريا قادرة على السيطرة على أراضيها وعلى صون سلامة أراضيها وأن تكون استقلاليتها محترمة تتحدثون دائما عن ضرورة خروج القوات الأجنبية كل الدول من سوريا ولكن هذه وجهة نظر الأمم المتحدة لا تتقاطع كثيرا مع وجهة نظر دمشق التي تقول بأن سوريا دعت روسيا للتواجد في سوريا دعت إيران للتواجد في سوريا ولكنها لم تدعي القوات الأمريكية وغيرها من القوات موجودة هناك ما هو رأيك بهذا المنضوع؟ لا أعتقد أنك صحيح لا أعتقد أنك محق تماما ذلك كان قرار الحكومة السورية لكن وجود هذه الجيوش الخمسة يعكس طبيعة النزاع والحرب الدائرة منذ فترة طويلة ولذلك قلت إنه من المهم أن نضع حدد لهذا النزاع وأن نتوصل إلى حل سياسي انطلاقا من احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها انطلاقا من ذلك أمل أن يعود الاستقرار إلى سوريا وأن نبدأ ببناء الثقة داخل المجتمع السوري وبين سوريا والمجتمع الدولي سؤالي الأخير سيد بيدرسون حول إدلب هناك مجموعات إرهابية موجودة داخل إدلب وهي ستستمر هناك لا نعرف إلى متى تطالبون دائما بعدم استخدام الوسائل العسكرية ما هو الحل برأيكم لإدلب؟ لا شك في أن إدلب تشكل معضلة صعبة لوجود أسباب عدد ذكرت الأمر نتحدث عن وجود بعض المجموعات الإرهابية ونتحدث كثالك عن وجود وضع إنساني خطير للغاية حيث أن أكثر من 500 ألف شخص قد جرى تهجيرهم والكثير من الأشخاص قد لقوا حتفهم إضافة لذلك لابد أن نحرص على وجود تسوية سياسية قادرة على محاربة الإرهاب ويجد الاستقرار في إدلب وفي مختلف أنحاء سوريا لقد دارت بيني وبين مختلف المحاورين المعنيين نقاشات عدة لسيمة في دمشق حول كافية التقدم في هذا المسعى ولقد دعوت إلى أن نعمل على حل عبر السبل السياسي وأعتقد أن هذا ممكن حتى في إدلب هل لديكم معلومات إيجابية حول مسألة تبادل الأسرى أو الإفراج عن المعتقلين؟ هذه مسألة أعملت عليها منذ أن توليت منصبي وقلت إنها من الأولويات الخمس التي سعمل عليها كثيرة هي الأسر السورية التي تأثرت من هذه الظاهرة المعاناة كثيرة والمعلومات قليلة بشأن المعتقلين الموقفين والمفقودين وكما تعرفون نعمل على مسرعي نعمل من جهة مع تركيا ومع إيران وروسيا وكذلك مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر كجهة ميسرة في هذه المحادثات وحتى الآن عرفنا أربعة مناسبات حيث جرى إطلاق فيها بعض الأشخاص لكننا نعرف أن الأرقام ليست كافية نريد أن نكون طمحين أكثر ولقد دعوت إلى أن يطلق عدد أشخاص أكبر لسيما النساء والأطفال وفيما نطلق الأشناد سوريا أمل أن يكون من الممكن أن نحرز تقدم أكبر في هذا الملف الهام لأن يأخشى أنه يؤثر في الكثير من الأسار السورية سايد جيربي جسون بدي أشكرك على هذه المقابلة مع قناة الميادين مشاهدين الكرام أشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة